موسيقى ضيفنا اليوم هو الباحث العراقي الشاب صهيب وسام العاني هو طالب ماجستير في جامعة اسطنبول الثقافية التركية حيث أخذ على عاتقه دراسة علاج مرضى سرطان بواسطة البكتيريا وذلك عن طريق مهاجمة الخلايا السرطانية وتحفيز الجهاز المناعي للجسم بحيث يمكن زراعة وتنمية وعزل هذه البكتيريا ومن ثم استئصال بروتينات هذه الخلايا وزراعتها بصورة فورية في الخلايا السرطانية من أجل القضاء عليها بوقت قياسي أيضاً وبكلفة وجهد أقل من المعتاد ونظراً لأهمية هذا الموضوع وحساسيته كان لابد لنا من فتح النقاش مع الباحث وصاحب هذا التخصص والتجربة الأستاذ صهيب العاني صباح الخير ومنورنا اليوم أهلاً وسهلاً بكم أكيد منورنا صباح الخير وصباح القضاء على السرطان إن شاء الله يعرف إن شاء الله إن شاء الله نحن نسمع طبعاً على الفيسبوك وبعض الأطباء يقول لك تجويع الخلايا السرطانية قبل فترة كان هناك شاب أتصور أيضاً على القنوات طلع شاب من بغداد محارب الخلايا السرطانية بطريقة أنه يجوعها ما أكل سكريات ما أكل كذا الموضوع هذا اللي تبحث به يشبه هذا الموضوع أو مختلف؟ مختلف مختلف لكن بي نوع ما عن هذا الشيء خلايا السرطانية بشكل عام تتغذى على السكريات بشكل أولي البروتينات بشكل ثاني الكاربوهيدرات بشكل ثالث طيب البحث اللي إذا نحشي بيه لسه إحنا أكيد يعني شي غريب ومختلف عن العلاجات الباقية أكيد ما هذا البحث؟ البحث هو نعالج السرطان بواسطة أنواع من البكترية السرطان مثل ما تعرفون هو مرض يصيب الخلايا المرض يصيب الخلايا بالجسم وينتشر عن طريق الخلايا كيف ينتشر؟ ينتشر عن طريق الانتشار الخلوي يتضاعف الانتشار الخلوي غير محدد يعني تقصد الخلية تنقسم تنقسم الوحدة تصبح الاثنين الاثنين ستكون أربعة عن طريق انقسام خلوي تمام؟ غير مسيطرة عليه ما رح نقدر إحنا نسيطر عليه من خلال البحوث رح نحاول إحنا نجبل حجي شوية 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 إنه نقدر نتوصل إلى علاج عن طريق البكترية البكترية شنو؟ البكترية إحنا متعايشة ويانا يعني هسنا وقعنا قاعدين موجودة بكترية بس نحنا ما نشوفها بعدنا المجردة البكترية موجودة بالجسم بها نافعة وبها مضرة نحن راح ناخذ الشيء اللي البكتيريا اللي مو مرضية نقول البكتيريا الغير مرضية راح نشتغل عليها نحاول انه نوصل الى هذا العلاج وتوصلنا الى نتائج الحمدلله يعني لما نقول انه هاي كلها محاولات يعني احنا لسه وصلنا الى مرحلة انه نقول قضينا على السرطان بس احنا عدنا تجارب ومسويها بجامعة اسطنبول كولتور جانع اسطنبول الثقافية بالمختبرات انه قدارنا نوصل النتيجة هل سيتم تطبيقها على شخص مصاب بالسرطان قريبا ام انه هاي نتيجة بس حتكون حبر على ورق ولا كيف حيكون تجربتها سوين التجربة الاولى على الفار ما ممكن انه نجرب على البشر بشكل اولا هل الفار كان مصاب بمرض معين ولا الفار اللي اخذنا اخذنا عشرين فارة سليمة ما بها اي شيء قسنا وزنها العشرين واحدة عزلناها عشرب واحد وعشرب واحد نفس الغذاء نفس المستوى الاوكسيجين اللي تاخذه وزلناها بعد فترة شفناها النفس الشيء احنا من خلال الجامعة عدنا منتجات سرطانية سرطناها صار بها سرطان فار حقناها سرطان صار بها سرطان الفار كنا نشوف انه هاي الفار العشرين فارة هي متسرطن يعني قلنا نشوفها قدامنا تضعف وزنها ديقل وزنها ديقل غرام عن غرام ساعات الغرام يمكن بالنسبة انه لا شيء بس بالنسبة الوزن الفارة حجم الفارة شيء بعد هذا صارت عشرين فارة عندنا بسرطان بسرطان الجلد عزلنا عشرة واحد وعشرة ثانية واحد عشرة الاولى كما هو معتاد عليه علاج كيميائي وعلاج إشعائي العشرة الثانية بالاضافة للعلاج الكيميائي وعلاج الإشعائي حقناها بكتيريا بكتيريا غير هوائية اللي هي قلنا نشوف هاي وزنها يقل هاي وزنها بدا يحافظ شوية ويزيد هاي حركتها بدت تخمل خمول عندها ما تقدر تحرك استسلمت للمرض اي بدت تظهر عندنا حالات وفاية تموت هاي بقت تنمو شوية أحسن توصلنا خلال الساعات الأولى الى انه حقنا ثاني انطيناها جرعة ثانية من البكتيريا بدت تتحسن طيب هاي التجربة يعني انه هل كما تجرع للإنسان مثلا في مراحل معينة انه الإشعاء يؤخذ في مثلا فترة معينة ولا كيف كان نفس الشي بس بدينا هذا الشي على الفار حتى بالمستقبل إن شاء الله يكون انه غير شي يعني غير توجه على الإنسان إن شاء الله يعني حقيقة هذا شيء يبشر بخير إن شاء الله كيف انه راح نفتح باب جديد لعلاج مرضى السلطان بطريقة يمكن جدا أقل كلفة أقل كلفة وما تتعب المريض مثل الكيميائي يعني العلاج الكيميائي الكيموثيرابي ما ننطي الجرع اللي هو راح يأخذها ننطي جرع أقل بالإضافة لأنه عندنا إحنا آليات استخدمنا باكتيريا ثانية اللي هي باكتيريا السلمونيلا المرض السلطاني يترك فراغ بين الشعيرات الدموية يوهم العلاج العلاج مرح يوصل إلى داخل المرض لا يدخل إلى داخل الورم السلطاني سيأخذ بس البرة الجو سي تكاثر لا يوقف شيء لكن استخدمنا الباكتيريا السلمونيلا بشغلتين الشغلة الأولى حتى تدخل داخلها وتدمرها من خلال الموت المبرمج للخلية الأبوبتوزز طيب هاي الطريقة هل تشمل مثلا كل العمليات يعني مثلا هناك سرطان في الرئة هناك سرطان في الأمعاء نحنا البحث مالتنا أنا البحث مالتي كولون كانسر سرطان كولون لكن السنة اللي فاتت السنة الماضية اشتغلت على أكثر من سرطان حتى أجرب هذا الشيء آخر شي توصلت إلى أنه أنا رح أشتغل على سرطان القولون بواسطة بكتيريات معينة مو كل البكتيريات بكتيريات هوايه البكتيريات التي أشتغل على هي سموها لاكتوباصيلوس لاكتوباصيلوس لدينا استخرجها حاليا من اللبن ومن الجبن ومن الزبد هي موجودة بالمخللات بالطرشي موجودة باللبن وموجودة بالجبن يعني شيء طبيعي ويتعالج بالجسم بدأنا نعزل البكتيريات أولاً أخذناها أدن الجبن ومن اللبن ولدينا بكتيريات جايتنا من مصادر يعني من جامعة ثانية جاهزة حتى نوصل البكتريات نستخرجها بنفس المستوى مال هاي نوصلها نفس المستوى مال الـ DNA حتى نستخرج منها كمية بروتين كافية البروتين مثل ما قلت الترح يتغذى عليها السرطان نحق البروتين مال هاي البكترية يتغذى عليها السرطان بالأنسجة السرطانية ما نقدر نوصل الى نتيجة نحن بدأنا بتجربة على الإنسان لكن ما نجربنا على الإنسان أخذنا من مستشفى أخذنا من عندهم عينة لسرطان القولون بدأنا نزرع هاي الخلايا سرطان القولون وننميها ونكاثرها قمنا نشوف بالأجهزة لدينا بالمجهر انه هاي تتكاثر تتزيد يعني حالها حال السرطان الى الإنسان هي الخلية مستأصلة من مرض الإنسان مصاب نحن لا نستطيع نجرب على الإنسان بدأنا نجرب على هاي الخلايا أخذنا بكترية البكترية اللي أخذناها اللاكتوباصلس حاليا نحن أزلناها أخذنا البكتريات اللي هي الدينا مالتها يكون عالي السليمة يعني نقول حتى شنو نأخذ البروتين مالتها نضيفها الى هذا الخلايا نشوف انه عددها يقل او يزيد شفنا عددها يقل خلال ست ساعات بعد 12 ساعة عددها قل أزيق أكثر من الساعة يعني أخذت بروتين الخلية أخذنا بروتين من البكترية من البكترية البكترية اللي هي الاكتوباصلس حقا نتوب الخلية حطيناها الى الطبق الأدنى حطيناها الخلية الكولون كانسر اللي هي مأخوذة من البشرة نحن كانت يوميا نشوفها بالمجهب كل 24 ساعة نتابعها وكل 6 ساعات تتابع وكل 8 ساعات تتابع كل 24 ساعة نحسب عدد الخلايا تقريبي بعد نحسبها الحاسبة نشوف انه عدد الخلايا يزيد ثاني 24 ساعة يعني 28 ساعة الضعف خلال 72 ساعة الضعف زين ليش منحقناها بالبروتين والهاي بدأ يقل خلال 24 ساعة بدأ يقل خلال 24 ساعة اللخ 48 ساعة بدأ يقل يعني شنو اكو استجابة للعلاج طيب هذه تعتبر ثورة علمية جديدة بالفعل صراحة هي مستخدمة مقابل يعني من قبل شركة سيريس ثيرابيوتكس هاي الشركة مستخدمين هذا العلاج وواصلين النتائج تعاونوا مع شركة أم دي أندرسون في الولايات المتحدة الأمريكية وتحدث معهم معهد باركر للعلاج السرطانات بواسطة الوسائل المناعية طيب اتحدوا هذولا ولقوا علاج وان شاء الله بالفترة القريبة راح تشوفوه موجود كالبكتريا على شكل عقاقي طبية يعني أنتو كمجموعة خلين نقول عرب أتراك استنسختوا ذيكا التجربة أخذنا من ذيكا بس بغير بكتريات وتعرفين أنت سرطان كل مكان يعني كل مكان بالجسم يصيب الأمعاء يصيب الكبد يصيب الدم وغيرها تعتقد سيكون منافسة بهذا الموضوع؟ أكيد إن شاء الله ما بين هاي خلينا نقول خلية الشباب وما بين شركات حبيت أكيد إن شاء الله احنا بالجامعة الوحيد العربي اللي نشتغل هذا الشغل ويايا خمسة أتراك ستة يعني احنا ستة نشتغل هذا الشغل طبعا بإشراف الدكتورة دكتورة داملا داملا خوجة هي الدكتورة اللي تشرف علينا الدكتورة عندهم تساعدنا وتدعمنا بالمصادر والمراجع والتجارب وعدها التصال ويا الشركة الموجودة بأمريكيا يعني أكيد هنا يجي يعني دور المشرف اللي يبعد يذلل الصعاب الطالبة فأكيد إنجاز هذا الطالب راح يكون تشوفنا هسا أكيد تحية الدكتورة داملا أكيد فصحيب إحنا إحنا سحتينا على التجربة وعلى إختصاصك إحنا نريد نعرف إحنا يعني إنت جابك لهذه الجامعة إيش اللون جيت إنت جاي مثلا بعث من جامعة من العراق ولا شنو لا أنا جاي على حسابي الخاص أكملت الدراسة الجامعية قسم التحليلات المرضية تخرجت 2013-2014 قسم التحليلات المرضية بعدها جيت إلى تركيا سنة دراسة لغة تركية حتى يقدر أشتغلوها بالمختبرات بالإضافة لأنه دراستي 50% لغة إنجليزية 50% لغة تركية فطلبة ومن عندي أن أدرس لغة تركية دراست لغة تركية وخذت شهادة باللغة تركية بعدها بدأت بالدراسة بالمعجستي في السنة الأخيرة هذا الشهر الأخيرة يعني لو فرضنا وإن شاء الله يصير هذا المشروع بأحسن درجات أو أفضل الدرجات يعني نقول صهيب سيحسب على بحثة تركية ولصالح حكومة تركية لا الأخوصية نحن هنا نشتغل ونطور بعد هذا نرجع للعراق هذه الطاقات وهذا العلم اللي يجب أن نستخدمه وهذا التعلم اللي يجب أن نعلمه أكيد سوف نطرح بلدنا أول شيء مو يعني لربما واحد يأخذ في يحس في نفسه أنه يقول ليش ما وزارة الصحة دعمتني بهذا الموضوع صراحة ست الأجهزة الموجودة هنا بالجامعة اللي أنا أدرس بيها ما أتوقع أنه موجودة بالعراق زين ولا الدعم اللي موجودة هنا من قبل المشرفة هماتي راح أشوفه هناك هم هذا اللي دعمه ويا أمريكي ويا المعهد هناك معهد باركر هسه إحنا أول شيء نخلي إيدنا على قصة النجاح يعني نجاحك إن شاء الله وإن شاء الله تأخذ الماجيسيان والدكتوراه إن شاء الله هذا الدافع اللي يخلاك تتحرك أنه أنت تخرجت من التحليلات المرضية ما راح تتعينت بالوزارة الصحة و لا يوجد تعين أيوه شفت شلول لا يوجد تعين يعني عندك فتدافع فتشي داخلك لكن صراحة الموضوع كان فكرة من أستاذ بالجامعة أستاذ زياد كان بحثي ما التخرج ما الجامعة نفسه تريتمينت كنسر بايبكتيري حلو بس هذا الموضوع صار شرارة خلاك أنه تروح تركيا تختحم تختحم مجتمع غريب عليك ولغة جديدة وكل هذا قبل شنا نسمع مثلا والله الجامعة الفلانية دزت طلابها راحوا الدرسة والبكالوريوس والماجيسير والدكتوراه وراتوا بهم زيانة ومعرف ويش كذا زيان أنت به الحالة جيث على حسابك تحركي على حساب إذن هذا اللي تتحكي بيها نادي اللي يعز علينا ويحزب نفسنا أنه مثل هذه المواهب مثل هذه القدرات ومثل هذه العقول ماكو يعني ماكو الجهة الحكومية اللي تدعمها يعني محمد سالسنوات الدكتور المسكيني يقرأ دوق يقرأ من الصبح لليل ويرجع في دولة ثانية أجنبية حيرجع يمكن سنة كاملة بس حتى تتعلم اللغة ترجع ماجيسير تقرأ يعني هذه قضاية نص عمرك أنت بس تقرأ يعني نرجع لقصة النجاح أكيد كل نجاح نفتخر أنه نرجع لبلدنا نرجع لقدم ببلدنا لكن مثل ما قلت الأستاذ زياد اللي بالجامعة هو اللي ينطاق الشرارة نطاني هذا الموضوع يعني بالبداية وشتغلنا أنا أعلي لكن ما كانت بالجامعة أكو هاي الأجهزة ولا كانت أكو هاي العينات ولا هاي التجارب واللي أنا أشتغلها حاليا بيدي طيب ليش رحل تركيا والله صراحة البداية الأمر كان جاية سياحية بعدها أنه بقيت كم شهر شفت الجامعات طلبوا من عندي لغة تركية بديت باللغة تركية وصارتها يعني مش هالحال يعني يعني هس هم جوز أحد المشاهدي يقول جوز هذا مرتاح ومور المادية كلها توب فبالتالي قال لك خلي عندي فلوس خمت والناس هم أدرس الماجستير لا مو هيج أنا أشتغل بمدارس عراقية مدارس محمد الفاتح العراقية الأهلية درس مادة الأحياء نفس الوقت أدرس دراسة الماجستير موليكولر بايولوجيا عن جينيرال جينيتيك يعني هذه هاي إحنا 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 الزبدة أنه الإنسان ماكوشي حده أي ماكوشي أنه تقدر تقدر تلقي فرصة عمل وتقدر تحقق نجاحك ماكوشي حقيقة قصة حلوة بالفعل أكيد نجاز يعني بحذاته أنه يدخل فيه مجتمع وهذا المجتمع أيضا يترتب علي كثير من الأشياء يعني تركيا أيضا خلينا نقول واصلة إلى مرحلة من التقدم في الطب لكن أيضا بمثل هذه العقول لربما يعني أعتقد أنه أنت من بين المجموعة الموجودين من الأتراك لربما بارز نوعا لكونا أجنبي بالمختبر الوحيد اللي أنا أجنبي يمكن أن تراك معدهم اللغة الإنجليزية اللي تمتلكها مثلا المشرفة اللي أتعامل ويائها اللغمات الإنجليزية مضبوطة لكن الأقراني ويائها بالماجستير والدكتورة تعرفين تعلمهم باللغة التركية بالضبط يعني هو هذا اللي أريد أقول إنه أفضلية لك بالضبط إنه أحنا يمكن في العراق التعليم من المفترض أنه يكون أفضل في تركيا رشتة يمكن صعب إنه تلقاه مكتوبة باللغة الإنجليزية كلها في تركيا حتى الويايا أقراني بالماجستير والدكتورة مراتي واجههم صعوبة لأن المصادر اللي يعدنا كلها باللغة الإنجليزية حليل من المصادر باللغة التركية طيب هذا المشروع رح تأخذه وتحمله وإن شاء الله تكون موافق فيه وين تريد تودي وين بعد والله أكو فكرة إن شاء الله كمّل على الدكتورة يكون تخصص أكثر من هذا الشيء يعني يعني تخصص مثل ما قلنا البكالوريوس تريتمان كنسر باي بكتريا خلص تأخذ هذا المشروع وتروح لأمريكا مثلا على الشركة الأم لا ما توصل هناك لا لا عزر ما رح تفعل مثلا تبقى 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 تركيا يعني أو نحاول هذا الشيء اللي تتعلمنا ننقل لبلدنا يعني مثل ما احنا تعلمنا تعلم غيرنا يعني حقيقة نسمع عن قصص هواية ناس يعني ما رد أحبتك هواية ناس أخذوا شهاداتهم باختصاصات كلش نادرة وكذا رجعوا ما لقوا فرصتهم بالجامعات العراقية وما لقوا فرصتهم يعني بالوزارات العراقية بشتة يعني بشتة الاختصاصات ما تخاف من هذا الموضوع ما تخاف أنه أنت تعبد تسويت وكذا واختصاصك نادر ترجع تلقي مثلا الذي عنده واسطة بفلان حزب ما أخذ مضبوط أي يعني هي تبقى الشهادة له قيمتها تبقى لها مكانتها يعني بأي وقت بأي زمان يعني يعني راح ترجع ودافع عن وجودك بهذا الموضوع ولا يعني نسوي اللي نقدر عليه يعني أنت تعرف أنت الوضع الشور أنت أخذت السرطان هو المحور خلينا نقول هو المادة العلمية يعني ممكن من أخطر الأمراض من أخطر الأشياء التي تحدد المجتمع الأمراض لماذا غير مسيطر علي مثل ما قلنا أنه النمو مالته يكون من انقسام الخلوي ما راح نقدر نسيطر علي كذلك أنه جهاز المناعة ما راح يقدر يتعرف علي بسهولة الكثير راح يسألني زيال لماذا أخذت بواسطة البكتيريا وأقل كلفة بعض منها بكتيريا تنتج سموم هذه السموم مالتها نقدر نحارب بها المرض السرطاني البكتيريا ليش أخذنا البكتيريا لأنه هي يعني المرض السرطاني أو الورام السرطاني هي راح تتغذى عليها راح تكون بيئة مناسبة إليها يعني فدوجبة مفضلة بالنسبة البكتيريا هو الورام السرطاني يعني أنتوا دورتوا على البكتيريا اللي تتغذى على الورام السرطاني كل البكتيريا تقريبا تتغذى على الورام السرطاني ويكون واجبتها المفضلة هو الورام السرطاني لأنه بمواد المواد الغذائية هاي راح تتغذى عليها البكتيريا ثانيا الورام السرطاني راح توصل للخلايا المناعية ما حتهاجمة البكتيريا مثل ما يقول راح تتخبى بي تحمي نفسها من الخلايا المناعية اللي تهاجمها صاحب من تشوف هذه الخلاوات تتفرج عليه يعني أنا مرات مثلا تقول إيه صار اللي أريده وده تحس إنه ما تتصورين الفرحة الشوان هو هاي الفرحة يعني لربما إنه الدكتور لما يشوف إنجاز خاصة في حدود مرض إنه ده يقضي على مرض وده ينقض حياة إنسان يمكن هاي إلها قمة الإنسانية قمة يعني وين ما نقدر نوصل من نقدر نوصل إلى هذه المرحلة اللي أنت تتعبر بها عن فرحك يمكن هل هذا الموضوع يقودك إلى إنه تقول هناك يعني هناك أمراض ثانية راح أكتشفها هو بسهولة مادامي وصلت إلى السرطان ممكن الأمراض الثانية أكتشفها هو بسهولة يعني هو أنت أي شيء أي نتيجة راح تشوفها من خلال البحث إذا طلعت نجية سلبية حيكون عندك إحضار نشوف نتيجة إيجابية حيث تتوصل إلى الشيء الأكثر منه زين تخابر أصدقائك تقول لهم مثلا إيه راحة الخلية وقضاء العقل اللي وياي الأتراك يعني عايشين هذا الشيء يعني من أنه نلاقي نتيجة أصيح مشوف لقيت إيج العدد ما الخلايا حسبتها قبل اليوم كان هلقد اليوم الثاني كان أقل يجي متأكد يشوف وياي بعد أن نجتمع نصعد على المشرفة موالتنا وهي الدكتورة دامدة تيجي تشوف تحسب وياينا تتأكد وراينا تكون فرحانة كثير من عندنا صدقي مع العلم يعني هي واصلة مرحلة يعني يمكن أني داعيش أستهل لحظات لأنه بالفعل إنجاز أنه لما تنقذ حياة بشر أنه أريد أساعد الناس أريد أوصل إلى مرحلة لأنه هذا السرطان نقول خلاص بالعالم إن شاء الله يعني بالسنوات الجاية راح نشوف هذا الشيء يعني منتهي يعني طيب أحب أسألك يعني سيد سوهيب على الموضوع على الإنترنت يطلع فلان الفلان يقول لك والله تسوون هذه الخلطة اللي هي مكونة سامع بها هذا أكيد هذا الروسي اللي طلع أربع ملاعق من عسل أربع ملاعق ثوم شوف أستاذ هذن العسل والثوم كلها تقوي جهاز المناعي لكن هي مو علاج فعاد ولا تقضي على صلاة ولا رح تقضي عليه يعني مثل على الخلية صلاة لا هي تقوي جهاز المناعي بس ما رح أنه تقضي عليه أو تروح عليه يعني مثل ما قلت لك يعني البكتيريا راح تعيش بالورم السرطاني ليش تتغذى عليه لح تتغذى عليه عندنا ترويج مثلا هذي فاكيهة القرافيولا مضبوط تقوي المناعة بس تقوي المناعة تقوي المناعة وبعض من الفواكه بها صبغات الصبغات راح تتقدر يعني من خلالها أنه توصل في شي بسيط بس هي ما تكون كعلاجة يعني من ظهر المرض ما تكون كعلاجة يعني حقيقة احنا نريد بالإضافة لأنه احنا نسلط الضوء على الإنجاز اللي إن شاء الله يتحقق ويتتوج ويتكلل بالنجاح أيضا نسلط الضوء على قصة نجاح طالب عراقي إجا تحدى طبعا وأيضا نوعي الناس من خلال يعني خبرتكم من خلال هذه البحوث الحقيقية الرصينة أنه ناس تركض وراء أكيد المريضة تعلق بقشة مثل الغرقان فيطلع لواحد على الإنترنت يقول له عندي الوصفة السحرية للقضاء على السكري عندي الوصفة السحرية للقضاء على الخلايا السرطانية فبالتالي تروح الناس وتصرف مبالغ كذا نحنا مو كل شي نشوف على الإنترنت نجرب ويعني من خلال دراستنا يجب أن يكون بي مصدر المصدر يجب أن يكون مصدر موثوق ليس فيسبوك أو وكيبيديا أو غيرها أو جوجل لا يروح المريض على الطبيب يقول له أنا أخذ فلاش يقول له من هو غلق قال له والله جوجل هذا غلط طيب هذا المشروع أسوكت ممكن أنه يشوف النور مثل ما يقولون يعني أنا المرحلة الأخيرة هذا يعني العام كنت أدرس أخذ دروس بهذا الشي أخذ دروس مناع أو دروس كنسر في شكل يعني جنرال هاي السنة فقط أنه بس أشتغل بالمختبرات وأشوف النتائج وأسجل النتائج وأشوف فيه المشرفة شنو نقدر نتوصل إليه شيء أكثر يعني مرة تجي نتائج زينة وأني أكون راض عنها المشرفة وما تقولي لا هاي النتائج مو مضبوطة يعني شنو قللت بنسبة معينة 2% و3% هاي مو نتيجة أشقد نتيجة اللي ترضى عليها دكتوراه لازم تكون نتيجة فوق 50% يعني شي ناجح هاااااا يعني تقضون على الخلايا على الخلايا بنسبة 50% هساش قد وصلتو أقوى شيء يعني إحنا حاليا واصلين نسبة أكثر من 50% حالا حالا طيب العامل النفسي هم إلى دور يعني جربته إنه هاي الفارة خلي نقول الفارة كان إلها عامل نفسي معين وخلي نقول تغلبت على المرض أكثر من غيرها يعني إحنا وفرنا لها نفس الظروف الأكسجين والحركة العامل النفسي شو راح نشوفها بالفارة يعني مو مثل للإنسان يعني جبوا لها فار بس أكيد جبوا لها فار يغثها وفار أكيد العامل النفسي بكل الأمراض إلا في التأثير مو بس بالأمراض بكل شيء يعني بالعمل بغيرها بالدراسة كل العامل النفسي إلى تأثير يعني إحنا نتمنى لك كل الموفقية والنجاح الجميع يعني وإن شاء الله نسوي لقاء وإنت مأخذ الماجستير إن شاء الله وإن شاء الله يعني يكون علاج بين إيديان الناس حتى تكون لكم يعني هذه الصدقة الجارية ويعني إحنا فرحاني جدا يعني شرفتنا من أورتنا شكرا إليك الأستاذ صحيب العالي شكرا لحضورك عدده نتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله نشوف هذا مشروعك يشوف النور قريبا ونشوفك محقق هذا المشروع باسم العراق وبياسم الإنسانية يعني إحنا ما يهمنا إنه حتى باسم العراق لا إنه شاب طموح وصل إلى هدفه لأنه عنده قضية إنسانية قضية يحملها العلم لازم يوصل إلى مرحلة وهي إنه نخدم بعلمنا مجتمعنا شكرا إليك شكرا إليك صحيب وإن شاء الله نشوفك بأفضل المراتب إن شاء الله يا رب شكرا إليك